بلبلة يشهدها محيط البنك المركزي اللبناني في منطقة الحمراء عملية بحث جارية عن حاكم مصر في لبنان رياض سلمي بناء على إشارة قضائية توجهت قوة من أمن الدولة إلى منزل سلم في الرابية لتوقيفه على خلفية ملفات متعلقة بالفساد والإثراء غير المشروع واتهام شقيقه راجا سلمي بمساعدته في غسل عائدات تلك الأموال إلا أن حاكم المصرف لم يكن في منزله وعليه انتقل عناصر أمن الدولة إلى مقر عمله في حاكمية مصر في لبنان حيث تم تطويق المكان بانتظار إشارة القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجح موش تزامنا وصلت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضي غادعون التي أمرت بتوقيف سلام بعد تغيبه مرارا عن جلسات الاستماع إليه ومحاكمته عون تمكنت من الدخول إلى أروقة المصرف برفقة أربعة عناصر إلا أن عملية التوقيف لم تكتمل إذ أن الإشارة القضائية المنتظرة لم تأتي لا بل أمر قاضي الاستئناف في بيروت بإخلاء البنك ومحيطه وفك التوق الأمني فبأت عملية التوقيف بالفشل وردا على المداهمة أعلنت نقابة موظفي المصرف الإضرابة وإقفال المصرف اعتراضا على ما وصفوها بالتجاوزات القانونية وفيما تؤكد القادي عون إصرارها على استكمال تحقيقاتها حذر رئيس الحكومة المكلف ناجيب ميقاتي من معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد بشكل استعراضي مما قد يعرض لبنان على حد تعبيره لاهتزاز لا تحمد عقباه